اه طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه حبيت اسجل الفيديو ده عشان يعني في حاجات غريبة بتحصل انا مش عارف حتى لسه هنشره فين يوتيوب ولا فيسبوك ولا هبعته للناس اه حد كان بيسأل على كورسات نظام الباكيج اللي عاملينها اه وجميل يعني انا بحب على فكرة بوستات من النواية دي وفي ناس بترد تمام فالبوست انا معلش يعني هتكون بايت الاها وتعالى كده البوست عليه اربعة هاها في حد انا بحترم الناس عادي جدا اللي بتعترض على الكونتنت بتاعنا وعندها مشاكل وحتى في اوقات بيحصل بنا نقشات على فكرة يعني انا بقول الناس قلولي الفيدباك الوحش عشان نحسن الجودة فدي مش مشكلة بس فيه تلات عاملين هاها تمام محمد السيد آآ ياسين محمد آآ لا ثاني واحد ثواني ثواني تمام واسلام عبدو انا مش هعمل حتى بايدة للفيديو حاجة محمد السيد بقى آآ كده مرة حد من التيم عندي يبعاتلي يقول الراجل ده آآ بيرد على البوستات مطريقة فيها هجوم غريب طب هو حدر عندنا كورسات ما نعرفش طب هو مين يعني مش عارفين تعالوا نشوف ماشي آآ فده محمد السيد الراجل ما شاء الله على جروب ممتاز جدا آآ ياسين برضو آآ لو فتحنا البروفايل بتاعه يعني الغريب عمد السيد البروفايل بتاعه لوقت فيش اي بيانات ياسين البروفايل لوقت عاطة صورة وزير التربية والتعليم ماشي عم ياسين الثالث اسلام عبدو برضو واضح ان هو كونتربيوتر وبدأ تمام وهو العامل هاها ده جديد بقى لسه البروفايل معمول جديد تمام آآ وصفه ايه ده لسه هيبدأ يكتب على الجروب ومكتبش سينيور اس دي اتي يعني ما تلاقوا اسلام بيكتب عرفوا انه ايه انضم على الخط ازا ما كانوش التلاتة نفس الشخص طيب سينيور اس دي اتي طب يا اسلام ممكن يعني تبعت لنا بروفايل لك على انك ده نعرف انت مين آآ يا سينيور اس ماشي آآ تعالوا نرجع لأول واحد محمد السيد جميل جدا الراجل موجود في جروب من 18 ابريل بقى له 4 شهور حلو جدا الاكتيفتي بتاعه بقى في جروب اي سيكو بيعمل ايه بقى انا عادت النهاردة فاضي والله ما كنت فاضي خالص بس عادت كده ايه ادعبس جبت محمد السيد وعادت ادور على كل حاجة بيكتبها تمام يعني الراجل الطيب ده مثلا حد بيقول ايه عايز اشترك في كورسات طارق رشتي على فكرة هو مش بيهاجم طارق يعني الناس ممكن تفهم بس من بداية الفيديو ان هو بيهاجم نظام لا هو في اسلوب هي الناس دي بتعمل حاجة مش هجوم على نظام اصلا هم عايزين يودوا الكارير بتاع سوفتور تيسنين في اتجاه معين نحاول نستنتجه واحنا عادين راجل بيقول اذاكر من طارق على اليوتيوب واليوتيوب يقال له لا دا ولا دا كافين طب ايه الصح هعمل ايه مرادش تاني اقول لي اتنين وحشين ما تذكرش من عندنا ولا يوتيوب ولا يوتيوب انا مش هدا فيه نظام انا هقولوكو الحاجة بعد شوي طيب بوس تاني عايز اخد رأيكم في موضوع مهم انا دخلت التستينج جاهز بمتحان دخلت في انقاش مع حد وقال لي ان ما ليش فرصة في المجال ده لو انا مش خريك حاسبات او هندسة او اي تي اي تمام ومش هتوصل الانترفيو فانا عايز رأيكم الكومنت نزل نزل تحت هنلاقي ياسين تمافاكرين ياسين اهو الاكتف اللي عنده بوينس كتير بيقوله ايه بقى بيقوله اللي نصحك بيحبك والله عنده حق اسمع كلامه ما تضيعش وقت ما تذكرش تستينج اصلا اما حمد السيد بيأكد بيقوله عنده حق ايوة ما تذكرش تستينج يا جماع انتم مين يعني يعني طب مين شخصياتكو ما نعرفش طيب البوست من خمس ساعات الناس دي ما شاء الله يعني بكتب الكلام ده بعد اما هم رده على طول هنا بقى انا واحد فرش شغال جونيور في بانك مرتب كويس يعني راجل شغال في شركة كويسة وده اول شهر اللي هي شغل ممل جدا اعمل ايه هو شغل تستينج كده انت فاكر ان شغلان تستينج دي شغلانة هي شغلانة معفينة اصلا بص الرد يعني يعني بنقول للناس يا جماعة شغلانة دي فاكس ما تروحوش عليها تحس ان هو بيوجه الناس في اتجاه اكتئاب كده اللي هو يا جماعة ما تشتغلوش بوست من يوم الناس دي والله عندها يعني انا ما بعرفش بقى اكتف على الجروب قدهم اه 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 ماشي الناس بتطلب الناس ايه قال له ده نظام فالترة دلوقتي اي اتنين فاضين يفتحوا مركز ويدوا كورسات وبوتكمبات اللي هتشغلك في ثلاث شهور ونتيجة الاف من الجونيورز مش لقين شغل الوضع الحالي شركات بطالة تقبل اي حد مش خليق حاسبات او هندسة كلام ده كده شركات الكبيرة بياخدوا هريجين اي تي اي على طول كلام ده كده المؤسف ان لسه فيه ناس بيتضحك عليها بحوار كورسات ده وبيضيعوا وقتهم وفلوسهم اه انا ما نكرش ان السوق فعلا مليان ناس دي حاجة ما حصلة فعلا لو هتقدم ادخل اي تي اي حتى الاربع شهور خصوصا ان الخريج هندسة مش هاسبات يعني ايه ادخل اي تي اي لكن ما تذاكرش لوحدك ما حدش هيدخلك انترفيو طبعا كومنتات كتير فالكومنتات بتروح في النص وانت كشخص بتدور مش بتاخد بالك من اللي بتكلم يعني اكيد شخص عادي طيب اه لا ده بوست قديم ما ظنش هو اللي ردت عليه نشوف ما ظنش لأ اه لا مش هو تمام تعالوا نشوف ده بهدوء اه واحد بيعترض على الكونتنت بتاعي اه حازم وانا احترمت البوست جدا حتى ردت عليه وكان عنده حق وعلى فكرة ده احد اسباب ان انا بعدل في الكونتنت حاليا اه فردت عليه وحد تاني كان معطرد وقلت له فعلا وجهة نظرك ما فيهاش اي مشكلة البوست والكومنت ده انا شخصيا استفدت منه يعني انا مصطفى وحازم ونسح حقيقية يعني بيقول لي انت عندك مشكلة في واحد من ثلاثة فعلا ربنا يبرك لك لاني لو محدش قال لي ده انا مش عارف يعني لان انا بغير اسلوب شرحي كل شوية الناس اللي متابعاني من فترة عارفة ده في اوقات الطريقة جديدة بتبقى وحش من قديمة حصلت وعلى فكرة في الكونتنت الانجليزي عندي الفيدباك ده وبنحدل في الكونتنت فدي ده حاجة تحترم جدا تمام محمد السيد طبيعا ما تفهمش منه لانه بيقرأ وبيترجم الانجليش بس شوف شرح FWD ماشي يا محمد تمام اه ديها عن عديها وهكذا بقى يعني لو نزلنا اه اطلب كم لو انا خبرة خمس سنين مانوال اكمل بقى دي اهم حاجة اطلب خمسمائة دولار مشاء الله يا محمد ده انت عارف الخمس سنين خبرة اركزه في ده بيقبط كم انت بتقول له المفروض انت كراجل خمس سنين خبرة تقبط كزا تمام فانت عارف رينش السالاريس طيب عادي بقى بيقول انا تسعة وعشون سنة وبذاكر كميله معايا ام محمد بيقول له ايه ما تضيعش وقتك مش هتلاقي فرصة في المجال يعني من الاخر ايه ابعد وفضلنا المكان من الاخر يعني محمد السيد بيقول للناس ايه يا جماعة ما تذكروش عشان انا بدور على شغل انا بجيب لكم بقى السايكل والتارجف من ده كله انا راجل بدور على شغل وعايز اشتغل او او انا بشتغل بس متضايق ان في ناس كتير بتدخل المجال ده فانا مش عايز زحمة ايه طول ما انت المجال تاني ما تذكرش مش هتلاقي فرصة في المجال ده تمام ولو دورنا هنلاقي ان شاء الله يعني لو جبنا اول كومنس اظن كمان هنلاقي الاستاذ اللي هو متقمس وزير التربيع والتعليم ده بيرد برضا تمام طيب اهو اه ممكن نلاقيه مش عارف مش موجود انا بصه مش هعمل ايديت للفيديو او ننشره كده عشان ايه ميبقاش في اي تعديل طيب هنا حد دي بقى مهمة جيزة سيستم واحد بيسأل على الانترفيو بيقول حد دخل الانترفيو او عنده معلومات يا محمد يا سيد ياللي بتقترح على الناس الخامس سنين خبرة يقبضوا كم ياللي بتقول للناس اللي برا المجال ما يدخلوش ياللي بتنتقد دي شايلها على جنب عشان انا صاحب يعني كورسز فهيبقى باين ان انا ايه اه واخد يعني صف المكاني لا سيب دي بتسأل ليه الشخص انت مقدم امتى على الانترفيو يعني ايه ايه هدفك انت توب كونتريبيوتر يعني ليه بتسأله مقدم في جيزة سيستمز امتى ممكن عشان انت مقدم برضو بروفائلك الحقيقي بقى مش شخصيتك الوهمية طيب اه واحد في الشغل جاي على مرتب نشوف يمكن محمد السيد والله قال حاجة تاني لسه في حاجات تانية انا هنوصلها تحت طيب انا مش لاقي كومنت بتاعه بس انا عارف يعني هيكون ايه يا بيشتم في المجال اه اه انا اه انا شغال تاك 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 ياسين بقى ياسين دخل خريج ايه هندسة مدني تمام وده هو ده السبب محمد بص يعني سبحان الله ياسين بيفتح النقاش ومحمد السيد ايه اه بيرد عليه انت بتقول مش بيجي لك انترفيوات وده السبب انك مش خريج حاسبات الشركات بتفضل سي اس فهو يعني ايه بيعلوا على بعض واحد يدخل يفتح النقاش والتاني يرده سبحان الله الاتنين بيردوا على بعض تمام ان شاء الله يكون شخصين وقد يكون نفس الشخص والله اعلم طيب اه متخرج ماشي ماشي ليه ما كاملتش في مجالك افضلك بكتير انت ليه بتعملش في نفسك كده يعني عندك الراجل بيقول عندي خبرة تمام وبذاكر وتوميشن وخدت التدريب ثلاث شهور ده ما شاء الله يعني مشي كويس في المجال ليه بقى ما كاملتش في مجالك ما ترجع عن ده الصلاة وتبدأ من الصفر ليه تقرفنا ليه ليه جاي تدوشنا وانا عايز اشتغل انا عايز اقبط كويس فانا ما يبقى فيه ناس كتير بتشتغل شوالا انت مرتابي هيقل فانت ايه القرف اللي انت بتعمله ده طيب اه هنا محمد سعيد بص بقى انا مقدم في جيدا سيستمز واحد تاني كنت مقدم من كام يوم وكلموك للتكنيكا الانترفيو بعد قد ايه انت مالك انت راجل مفروض اكسبرت وبتدي نصايح للناس عايز تعرف ليه الانترفيو بيحصل فيه ايه يعني ده انت مش عايز اشتم عشان انا ما عرفش ده مين طبعا ده خريك تربية بيحدش بيكلمه مشكلة انا حضرتك خريك تربية يعني مدرس مدرس بص كمان الاسلوب مالهاش علاقة بالتستينج انا بقولك من واحد السوق ده السبب ان محدش بيكلمك تمام اه مالهاش علاقة ليها يا فندم لا بص انا مش اسيبك كان زمان يا فندم السوق دلوقتي اشتغل اه تغير انا عايز اشتغل ومش عايزك تشتغل فابعد ادو انت ادو شناش بقالي سنتين بدور لواني الموبايل ثانية واحدة عشان بس اخلص الفيديو مفيش للأسف فرص خالص حتى الخريجين حاسبات اصلا ويجي ناس تبيع الوهم وتقولك انت تقدر من اي كلية حتى لو عندك 35 سنة وخريج صنايع ويعقلها وتوكل يا اخي ما شاء الله على الايمان بسم الله ما شاء الله عليك ربنا يرزقك ده كوم انت تاني بقى ايه يعني ايه برضو ربنا يرزقك بس بعيد عن مجال بتاعنا عشانا مش نقص محمد يا سيد مشكلة انا ليا صحاب كتير بص هنا اه 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 شركة امان قلت له فيه فرصة قدر ابدأ ماشي ماشي تمام تمام متدايقة جدا متدايقة جدا ماشي راح ايه ابقعت السيفي ايه ده ده انت ايه اتش ار بقى انت بتعين الناس سواني بس ده انت يعني راجل ما شاء الله بتاخد سيفيهات الناس عشان تلاقلهم شغل عايز السيفيات ليه يا محمد طيب اه تاني ها ده لانك مش خريك انا مش هطول بقى لان خلاص حفزنا يعني الكلام ده مش اقل ده الراجل بقى له ست شهور موظب ما تدفعش قلوس في اي محتوى عموما انت ايه ده ما انت يعني انت يعني مش عاقف انت بتدور على شغل ولا معاك ترينيك سنتر ولا اين هنا راجل بيسأل على الكورسين انا من قبل مقرأ خلاص انتم متوقعين يعني نشوف لا مفيش كومنتات لمحمد السيد ممكن يكون مستخبي في حتة او كومنت بتاعه ممكن يكون اتمسح بايزاوية احد الامتمالات اه مش لقيه بصراحة طيب اه لكل واحد حاسس بالاحباط الناس اشتغلت ان شاء الله ما باشواندس النعناعي اه الخمسة خارجين حاسبات هل الشركات بتاير حد يعني بص واحد كاتب بوست ايه اه الحمد لله باشواندس ازاي كلا اخبار الحمد للنعناع هو ردد عليه بيقول له عادي جدا اللي بيرد بايزاوية جماعة ده باشواندس النعناعي تيم ليدر في شركة ودول الناس اللي هو عمل لهم هير في الشركة فهو بيقول يعني حد عمل تاج او هو اللي كاتب البوست الحمد لله بيقول نضمينا خمسة جداد ومش خارجين اي تي اي طب ما كده المشكلة الكلام اللي احنا بنقوله في كومنتات هيبوز فراجل قال له خمسة خارجين حاسبات الشركة بتاير حد من كلية تاني راح محمد النعناع نفسه اللي بيعمل الانترفيوهات رده قال له عادي تخيل بقى صاحب الشركة او ايه ليدر في الشركة شخصيا فانت يعني يعني تخفى الله العظيم رب ماشي طيب اه ابدأ مع الناس دي زاكر من يوديمي ووفر فلوسك هو انت كنت بتقول ما تشتشيش حاجة بفلوس زاكر من يوديمي طب يعني يعني انت ايه انت ايه فهمني تمام تعالي نكمل اه 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 ماشي خبرة سان منول ماشاء الله اه تعالوا يعني عايزة يقفل الفيديو خلاص بقى انا وانا ومحمد ومش فاضين بقى انا مكمل معا انت وقفلوا وكتبوني خريج ايه معلش على السؤال لاني جابته هتفرق معايا في حاجة ايه الحاجة اللي هتفرق معاك ها طبعا بتقبض ربعين وخمسين دولار لو قلت ان انت حاسبات يبقى عشان انت حاسبات لو قلت ان انت مش حاسبات هيقولك مده من زمان كلام ده بطل دلوقتي طيب اه 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 محمد يا سيد لأ ايه لا اه محيط رواد مصر رقمية هيستهل واحد يقعد فيها ستة شهور لا مش ما يستهلش ليه لان انا درست كل حاجة انا اعرف كل اعرف رواد مصر رقمية اعرف اعرف كل حاجة انا محمد سيد انت مين انت تمام? اه ايوة انا احب الكومنتات التقيلة دي تعالى مش حد بيشتغل في مرتب ما شاء الله تلاتين الف في مدرسة والاستريس انا فاكل البوست ده عمد السيد دخل بقى على الخط وبيقول ازا اياك تعمل كده لأسباب التقيلة لا يوجد فرص تستنج حاليا لفريش الى في حدود دقيقة جدا حاسبات او هندسة بيطير بقى الفرص الخبرات من اول سنة فاكتر فانت هتحرى وقته مجهود ثانيا في مصر ام الدنيا صعب حد يشغلك جونيور دايما تمام صح تمام انت مستحيل تقدر سنة المبلغ ده تمام كامل في مجالك يا صديقي ويسيبك من الناس اللي عايش على سبوبة اقناع الناس بالاوهام اكتر مجال منتشر في فكرة اي حد اشتغلوا سنتين بقى نستراكترو بدي كورسات ماشي ماشي اه مفيش وظيفة مثالية فبالتالي استحمل العمل اللي انت فيه وما تطلعش من مجالك على فكرة النصيحة دي حلو يعني لا برافو محمد يعني في اوقات بيطلع منك كلام حلو صراحة مظنش ان محمد سيد لا ما اظنش انك معانا من زمان اول كده اه اه مدير فرع شركة شحن اسيب شغلي مرتبي خمس تلاف جنيه مهندس ميكانيكا وبيقبط خمس تلاف جنيه بص بقى مجالك تسني ما استحقش تضيع عليه تسع شور بص يعني هو بيقول ايه انا هدخل حلو ده الاستاذة فريدة او اه يعني ممكن حد كاتب من عندها مش مهم بتقول ايه انا بقبط خمس تلاف جنيه مهندس ميكانيكا فممكن ادخل ايه بقى اي تي اي اللي بيقولوا عليها ايه 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 ده طب ده الناس كده هتدخل اي تي اي لا ما يستحقش المجال تضيع عليه تسع شور في اي تي اي مش انت كنت من شوية بتقول اه اه حتى سارة بتقول نعم انت انت ايه يا ابني انت ايه ايه حكايتك باعم طيب بلاش تصل المجال ده في الوقت الحالي ودي نصيح الوقت اللي عارف لو استنيت اسبوعين حلو هتلاقي محمد السيد ليه مش هتلاقي شغل في الوقت الحالي عشان هو عنده يعلم الغيب استاذ محمد السيد اه اس في محمد يا سيد بيقولي ما بيقولش انا ظن اقول مرة اعمل فيديو بالشكل ده يبقى يعني عفوي كده بس حلو يا محمد يا سيد تمام فانا بدعو استاذ محمد السيد والاستاذ التاني لو مش هندسع وحسابات ما تقدقش خلاص بقى يعني لأ انتم متخيلين هو مش سايب بوست مش سايب بوست بلاش تصل المجال ده في الوقت الحالي الراجل بقى توب كونتريبيوتر بالهبل يعني ده توب كونتريبيوتر اللي بقوا على الفيسبوك الفيسبوك لأ معلش يعني انا بقولي الادمينز بتوع الجروب هو ده جروب اسكو بي اي شبت سواء اسكو بي اي شبت او اي جروب تاني لأ معلش ما حدش يكتب غير لما يكون شخصية حقيقة بس ده اللي قصوده يعني مش اكتر من كده خصوصا لو هيدي نصائح يعني بيسأل ميشي طبعا بتسأل عايز تدخل انترفيو ومش حابب اسمك تعرف ميشي لكن انت بتدي نصائح للناس بتقولهم يعملوا ايه قولي انت مين اه اه هتضيع وقت اجني اصيحها اسماعي براحتم باسماعي تشوف تراك تاني افضل ربنا وفاك والحلو ايه التقديل ماريش علاقة يعني المهم تشوف تراك حبا وتبدأي فيه لان كل التراكات اللي في العالم ممكن تبدأي فيها عادي يعني تمام انما الا التستيق المجال الوحيد اللي في العالم اللي مش هيسيبك تشتغل لو انت مش شاطر ايام يا راجل بيستغفر الكومنتات مفيش فرص حاليا للفرش اصلا يا محمد السادي يا محمد يا سادي انت لو بتذاكر قد ما بتكتب كان دمانك يعني حضرت الدكتوراه في المجال كان دمانك عملت قرصات في لي حلوة احسن من القرف اللي احنا بنعمله وايه وتفت الناس يا راجل اهو خليك في افضلك من التستيق بكتير طب ليه ما نعرفش احسن ما تشتغلش تستر انا انا بس لا اشتغل تستر اقبل باي فرصة محدش لاقي فرصة اقبل باي مرتب ما تطلبش مرتب مش عارف في خطة عند الراجل ده خريج ايه يعني انت ما شاء الله انا فكرة انا اللي انزلت له ده انا اول مرة اشوف بقى انا بشوف معاكم بتفاجئ فرص الفرش قليلة قوي ماشي يعني هو الراجل لا مهتم مهتم جدا 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 ماشي لا مش عامل لايك من الناس اه في في فرص كويسة لا مش كويس للسفر يعني التستيق مفوش سفر فيه سفر فهو اه الطيارة بيطلع عليها يشتغل برا بس بيسيب التستر في مصر عشان ما فيش مكان صح يعني ده ده اللي بيحصل طيب اه يا محمد يا سيد ما فيش شغل فريش يا ابني انت ورقش حاجة في حياتك ولا انت عامل خبرة انا انا حاسس ان هو عامل مسلا سكريبت ايه ايه وبيسيبه ويشتغل لوحده بقى يرد على الناس اللي هو افر شخص قال كذا رد بكذا ما تضيعش وقتك طبعا ما فيش ما تضيعش الراجل مسابر مسابر فريج ايه ايه كمان رادد على الناس المحترمة دي كمان يعني لا الحمد الله ما بيردش هنا ما ظهرش مش شركة ايه طب انت مالك شركة ايه اللي بس اه يعني انت انت مهم هتعمل بايه تمام هنا محمد السيد رد ما رد 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 رفينا كما انا مش عارف اذا مش هدور بين كل الكومنتات مش ظاهر اه ميش اه بص حد حد الانترفيو تابع شركة رواد مصر القيمية ياريت يعرفني عاوز اسأل لحاجة بيقوله يعني ايوة بتقدم على طيب انا 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 يعني انت عايز ايه بتسأل ليه مختفى طبعا هو تقريبا بيروح يكلم الناس ويجمع ليه معرفش ايه هدفه من الطاقة العمالي ينشرها مش عارف تمام الناس دي ابعت لي اهو انا نفس الناس اللي الشخص دي توصل معهم يقولولي يقولولي بيقولهم ايه يعني انا مثلا حد بيسأل على منحة تاني ابعتلي ليه ابعتلك ما تكلمنا على البابليك ما تقولينا انت ايه مشكلتك لا انا 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 عايز اكلم الناس في حاجة بيني وبينهم ايه هي معرفش حتى لانا انا عندي ميتنج بعد شوية فلازم اقف انا يعني فتوكل على الله شركتي عرض علي احول من البرودكت اونر مش هشتغل تستنج اعمل كده ولا امرتبات الكيو ايه حل البرودكت اونر حلو ولا بيقوله توقع لعالله سيب التستنج يا راجل مش هينفع انت لو اشتغل تستر الرزق تمام انا في الالماني حلو تمام اذاكر الماني واشتغل في الالماني ولا لا بيقوله مش حلو ولا حاجة هما شركتين ومش فاتحين دلوقتي كده يعني اول حاجة شركة فيهم اصلا الاتنين دونا كنت شغال معهم وعرف الشركة شخصيا ايه رأيك في الكلام ده وكل شوية بيجيبوا باتش جديد الناس داخل الشركة فايه وضع ايه 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 تقييمك للجملة دي بقى في راقيك انت عارف ان الشركتين مش فاتحين هايرنج ماشي ازا كان يقصد الشركتين اللي في بالي يعني مش عايز اقول اسامي فها واحدة فيهم بتهاير كل شوية ناس اه وبيزا ويت تيستين كتين غالبيت وفيها مش 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 بسوفته بالباكجراوند اصلا كله بانكينج حد قدم في الرائد مصر رقمية بلاش بص يا محمد السيد انا فضيلك يعني ورايش حاجة والله ورايك كتير بس افضلك بقى لا ده محمد السيد حد تاني مش هو اه مش اي حد اسم محمد ده شخص محترم وحضر صورته فمش اي حد اسم محمد السيد فتقريبا جاب لي بوستات كل اللي هما كل محمد السيد مش هتلاقي فرصة يا ابني مش هتلاقي فرصة ده انت معك شهادة ومذاكر جيت وجيت هاب وتعرف سيكيوريتي هتلاقي فرصة ازاي اه الناس شركات عايزة حد اقوى من كده ما تضيعش وقت لك خلاص كده الفيديو كفاية يعني عشان ايه مطولش عليكم اه فشكرا يا محمد السيد ويا ريت يعني انا بطلب منك اهو اه لو انت شايف ان انا كداب او بقول كلام غلط عليك تعالى ندخل انا وانت ميتينج تمام اه اظهر انا فيها بوشي وانت تظهر فيها بوشك تقول ايه مشاكلك اه اللي المجال شايفه مش حلو كل الكلام بقى اللي عندك ده تعالى نتناقش فيه انت والاستاذين التانين اللي على فكرة مش شرط يعني انا لسه مش واثق يعني برضو ايه انا محمد السيد واثق شخصية وهمية وكدابة ياسين انا بنسبة تسعين في المية هو نفس الشخصي بس مش مية في المية تمام وفين التالت اه ما شاء الله يعني حد تستنى بس يعني حد كل تعريفه في حياته انه ما عندهوش سوشيال ميديا ما عندهوش اصحاب يعني انا لو هكتب حاجة عن نفسي انا طارق يا جماعة مش مش لا انا عايز اقول لكم ان انا عشان لما اكتب بوستات لاني محمد السيد بدأ يتحرق فاسلام اللي مدينا طهره ده اللف وورينا وشك برضو اه يبقى ايه يبقى هو الوجهة جديدة لاني محمد السيد هيتحرق خلاص الناس حتى فيه ناس بدأت تعرف شخصيته فاحنا كل شوية هنطلع بشخصية جديدة وهمية تقول الناس كلام غلط تقول الناس اه كلام مالوش اي اساس من الصحة ليه انا مش عارف حتى زي اللحصة يعني عندي تحليل بس ما وصلتش لاجابة بنسبة مية في المية بايزاوي اه على فكرة البوست ده يعني دي حاجة احنا الناس دي شغل معي يعني انا بقولكم محمد عبدالله شغل معي وعبدالبالي شغله معي بصوا الرد على يعني ده ده موضوع تاني ممكن تتنقش فيه بعدين هدي بيسأل على كورسات نظام الرد بكل بساطة ولا قال حلوة لوحش الراجل قال ايه يا جماعة اللي حضر الكورسات يحكي تجروته بس مش اي حد الراجل نفس الكلام يا جماعة خد الفيدباك من حد خد الكورس وانا بقول ده مش بخصوص نظام بس بخصوص نظام خصوص اي مكان واي شركة بشغل اللي يتكلم هو اللي كان فيها واحد يقولك اعرف حد هتلي الحد اللي تعرفه وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وستوب